الحكومة أصدرت مجموعة أو عدد من القرارات ليه بقى؟ علشان تسيطر على الموقف الوبائي بتاع الكورونا انتوا عارفين الكورونا ده كل 5-6 شهر وحط خارج لنا بتحور جديد المتحور مش عارف ايه طبعا من ضمن الإجراءات المهمة جدا والقرارات المهمة جدا لانا خدتها الحكومة كان توفير الجرعة التنشطية من اللقاحات المختلفة بتاعة كورونا أظن عندنا الوقت يجي 5-6 لقاحات حاجة زي كده المعادة اللي احنا عارفينه انه ده بعد الثلاث شهور من موعد الجرعة التانية لناس أهلينا اللي أكبر من 65 سنة ومد مهلط التطعيم بيها لشهرين بعد إرسال الرسالة اللي بتجيلك على الموبايل ده فيه كمان ايه بقى؟ فيه تم توفير لو تفتكروا وإحنا عاديين مع دكتور حسام هنا هو في الستوديو كان عادي نوع لنا يا جماعة تم توفير الأدوية اللي هي زي ملونو بريفير ده موجود في الصيدليات بتاعة المستشفيات ويوفر طبقا لإيه؟ طبقا لقرار الطبيب المعالج يعني جوه المستشفى ده لنا متذكره كويس هل حدث في ذلك أمر جديد؟ فهيبقى موجود جوه الصيدليات يذهب إليها الشخص يشتري ولا لأ؟ أنا بشعر طبعا فيه كمان اختبار الرابيد أنتيجن بعضه موجود فيه الصيدليات بس يعني موجود ومتوفر وأسعاره الحقيقة بدأت تهدى شوية